الله أكبر الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين علي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر صدق الله العلي العظيم البرامج الكمبيوترية في المحاسبة تخضع نتيجة هذه البرامج فيما تخضع له للمعطيات التي التي تعطى برنامج في الكمبيوتر لحساب المقدار الذي تتمكن أن تصرفه في كل يوم مثلا برمجة معينة هذه البرمجة تعطيها أنت المعلومات فهي تعطي لك النتيجة تعطي واردك الشهري لهذا البرنامج الكمبيوتري فيعطيك النتيجة كم تتمكن أن تصرف كل يوم أنت واردك الشهري 300 دينار تعطي لهذا الكمبيوتر هذه المعلومة الكمبيوتر يقسم 300 دينار على أيام الشهر 30 يوما فيعطيك في كل يوم 10 دنانير أنت واردك وارد كبير واردك بالشهر 300 ألف دينار تعطي هذا الوارد لنفس البرنامج يقسم البرنامج 300 ألف على 30 أيام الشهر فيعطيك في كل يوم بدل 10 دنانير 10 ألاف دينار البرنامج نفس البرنامج المعادلة نفس المعادلة ما تغير فيها شيء الذي تغير ما هو المعطيات التي أعطيت لهذا البرنامج المعلومة التي أعطيت مرة كانت 300 مرة كانت 300 ألف النتيجة طبعا تكون مختلفة بسبب المعلومات التي أدخلت إلى هذا البرنامج نظام الملائكة التي تدير الكون كله مدراء الكون منهم الملائكة يديرون هذا الكون مليارات مليارات الملائكة من أصغر ذرة إلى أكبر مجرة تديرها أيدي ملائكة الملائكة النظام الموجود فيها نتمكن أن نشبهه بنظام المحاسبة في برنامج كمبيوتري طبعا الفارق أن البرمجة الكمبيوترية برمجة صغيرة برمجة قلب الملك برمجة ضخمة جدا لا يمكن أن يتصورها البشر ولكن في هذا الجانب قد نتمكن أن نشبه قلب الملك ببرمجة في الكمبيوتر الملك يستقبل البرمجة الكمبيوترية تستقبل ماذا تستقبل معلومات منك تدخلها إلى البرنامج قلب الملك يستقبل منك كل صغيرة وكبيرة وكبيرة من أعمالك أي عمل مهما كان صغيرا يستقبل حتى تفكيرك يستقبل حتى ما يمر في قلبك يستقبل كل شيء في هذا البرنامج الموجود الموجود في قلب الملك توجد تفاصيل شخصية عنك أيضا أنت رجل أو امرأة كبير أو صغير مريض أو صحيح الجسم مستوى عقلك مستوى علمك معلوماتك مستوى إدراكك كل هذه الأمور مع ما استقبله من أعمالك برنامج موجود بالضبط كما يحصي هذا البرنامج عملك وشخصيتك يحصي عملي وشخصيتي فالنتيجة لك تكون بشكل النتيجة لي تكون بشكل آخر لماذا لاختلاف أعمالنا والاختلاف أمورنا الشخصية مستوياتنا العقلية العلمية مستوياتنا في قدرة أبداننا حسب هذا الشيء الملك يعطيك رزقك لماذا رزقك يختلف عن رزقه جزء منه مرتبط بهذا حسب هذا الوضع الملك يعطيك نسبة من المشاكل ويعطيني نسبة مختلفة من المشاكل التي يلزم أن تتحملها ويلزم أن أتحملها أن أتحملها يعطيك نسبة من الراحة التي يلزم أن تتهنأ بها ويعطيني نسبة من الراحة التي يلزم أن أتهنأ بها ويعطيك كل شيء كل شيء يكون ضمن هذه البرمجة الموجودة في قلب الملك بفوارق طبعا الشباب الذين يعرفون بعض الشيء عن البرمجة يعرفون هذا الشيء الأنظمة المختلفة هناك شيء اسمه شبكة في الكمبيوتر هذا برنامج واحد لأكثر من جهاز مثلا هذا ليس أكثر من برمجة هي برمجة واحدة ولكن هناك شركات ضخمة جدا عندها مئات أو ربما آلاف من الخبراء في كتابة البرمجة هؤلاء أحيانا يتمكنون أن يربطوا برنامج بنظام ببرنامج آخر بنظام آخر ليست شبكة ليس برمجة واحدة نظام ويربط هذا النظام بنظام آخر هذه عملية جدا صعبة لا يمكن لخبير في البرمجة خبير واحد اثنين ثلاثة عشرة لا يمكن هذا يحتاج إلى شركة من الخبراء أحيانا يحصل هذا الشيء خصوصا في الفترات الأخيرة بعض الشركات الضخمة صارت تصنع هذا الشيء تربط برمجة كاملة مختلفة عن برمجة أخرى تربطهما ببعض هذا يحصل يعني في هذه الفترات الأخيرة قد يحصل بين برمجتين ربما أنا الآن لا أتذكر يحصل بين ثلاثة برمجة ثلاث برمجات مختلفة قد يمكن هذا الشيء الذي قد يحصل بين اثنين ثلاثة من البرمجات في الكمبيوتر بعقليات ضخمة كبيرة هذا الشيء موجود في عالم الملائكة بالمليارات لا ارتبط نظام واحد بنظام آخر مليارات والأنظمة ترتبط يعني ماذا؟ نظام ملك المطر نظام خاص هذا يستفد من الروايات شريفة بل حتى من بعض الآيات القرآنية نظام ملك المطر نظام خاص نظام ملك الرزق نظام ثاني ولكن هناك ارتباط بين ملك المطر وملك الرزق وبينهما وبين ملك السماء وبينها وبين ملك الأرض وبينها وبين ملك الريح وبينها وبين ملك السحب وبينها وبين ملك السماء الثانية وبينها وبين نظام طبعا عندما أقول ملك المطر ملك المطر ليس ملكا واحدا عدد لا يحصيه إلا الله عز وجل تعلمون كل قطرة مطر كل قطرة مطر تنزل يأتي بها ملكان ويجعلان هذه القطرة بالضبط في المكان المحدد لها في كل قطرة شيء عجيب النظام عجيب هذه الملائكة شبكتها الموجودة بين ملائكة المطر وهذا نظام نظام كامل مرتبط هذه الشبكة بملائكة قبض الأرواح بملائكة الأعمار بملائكة الأرزاق شبكة عجيبة هذا الوضع يكون ضمن مراتب ملائكة المطر مثلا ملك المطر عنده نظام في قلبه هذا النظام بسبب حدود الملك ليس نظاما كاملا لكل المطر هذا النظام بمقداره تحمل الملك حدود الملك ولذا الملائكة باستمرار تحتاج أن تأخذ إذنا من الملك المسؤول عليها كل ملكها كذا بدأ درجات كثيرة المسؤول أيضا يأخذ بعض المعلومات من المسؤول عليه الثالث من الرابع الرابع من الخامس إلى أن يصل القمة إلى جبرائيل جبرائيل صاحب مفاتيح هذه البرمجات صاحب مفاتيح الكون كله كل شيء عنده أي شيء يصل إلى جبرائيل جبرائيل عنده الحل ولكن لهذه القاعدة استثناء نعم لهذه القاعدة استثناء حتى جبرائيل جميع الملائكة لبرمجتها حدود أحيانا تحدث أشياء فوق مستوى تحمل الملائكة الملك ما عنده برنامج طبعا هذا الشيء أندر من النادر مثلا في يوم عاشوراء هذا الشيء حصل يوم عاشوراء كل شيء كان صعب على الملائكة كان صعب إلى أن وصل الأمر إلى استشهاد الإمام سيد الشهداء صلى الله عليه هنا الملائكة ما كانت عندها برنامج لها الوضع ولذا تسمعون تقرؤون حدث اضطراب في كل الخلق الشمس في غير وقتها انكسفت لا يمكن أن تنكسف الشمس في اليوم العاشر من الشهر القمري لا يمكن انكسفت الشمس انخسف القمر لا يمكن أن يحصل خسوف القمر في الليلة الحادي عشر من الشهر من الشهر القمري مو ممكن غير ممكن مستحيل حصل السماء مطرت دمن السماء لا تمطر دمن الأرض أخرجت دمن كل شيء اضطرب الملائكة ما كانت تعرف كيف تتصرف هي الملائكة اضطربت هذا الحدث كان أكبر مما هو مخزون في قلوب الملائكة الملائكة صدمت الملائكة لا تعرف ماذا تتصرف لولا ان الله سبحانه وتعالى بيده أزمة الأمور كل شيء عند الله عز وجل ربما كان في يوم عاشوراء ينسف كل شيء كل شيء ينسف يعني أنت توصل تيار كهربائي عن الفلتاج بجهاز كمبيوتر في طرفة عين ينفجر وكل المعلومات تمحى كل المعلومات تنفجر تنتهي هذا الشيء كان يحصل لولا أن الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول صحيح الملائكة تدير ولكن الأمر ينتهي إلى ما هو فوق الملائك الملائكة ما تحملت الملائكة اضطربت هذا الشيء يحصل كلامنا ليس عن عاشوراء كلامنا ليس عن حدود الملائكة كلامنا عن شيء مرتبط بنا هناك آية قرآنية قصيرة جدا في الكتابة خمس كلمات تبين قاعدة جدا عظيمة في الكون هذه الآية المباركة التي بدأنا به الحديث وتوجنا وشرفنا ونورنا بها حديثنا إن كل شيء خلقناه بقدر عجيب الآية جمعت بين أداة العموم والإطلاق كل أداة عموم شيء له إطلاق يعني كل إنسان فقط لا كل موجود حي لا كل شيء في الأرض لا كل شيء في المنظومة الشمسية لا كل شيء مادي لا كل شيء معنوي لا كل شيء في الدنيا لا كل شيء في الآخرة فقط لا كل شيء كل شيء كل شيء شيء له إطلاق كله عموم إطلاق وعموم إنا كل شيء كل شيء يعني كل شيء خلقناه بقدر يوجد هناك نظام نحن البشر نتمكن أن نتصور معنا كل شيء مستحيل المعنى الظاهر للكلمة نفهمها نفهمه ولكن حدود كل شيء جبرائي لا يتمكن أن يعرف حدود كل شيء الذي يتمكن أن يعرف حدود كل شيء هو الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين اللهم صلى على نحن ذاك يتمكن أن يعرف كل شيء لأن الله عز وجل أحصى فيه كل شيء غيره حتى جبرائي لا يتمكن فكيف بناه بمعلوماتنا القليلة ولكن كلامي عن نقطة واحدة من هذه الآية المباركة مصداق من مصادق هذه الآية المباركة كلامنا عن النعم 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 شيء من كل شيء إننا كل شيء خلقناه بقدر النعم تدخل إلى هذا البرنامج في قلب الملك أنت تنعم بنعمة معينة من جاء لك بهذه النعمة؟ ملك كيف جاء بهذه النعمة هناك؟ هذا البرنامج في قلب الملك النعم تدخل وينفذ هذا الملك الشيء الذي يدخل إلى قلبه قلنا إحدى المؤثرات في هذا البرنامج أعمالك تصرفاتي أنا ماذا أعمل؟ هذا يحسب في هذا النظام في هذه البرمجة في قلب الملك حسب تصرفاتي النعم تكون ماذا يكون من النعم؟ كمها كيفها زمانها مكانها الحالة النفسية التي أنا فيها عند نزول النعمة صفاء النعمة لذة النعمة أعمالي تصرفاتي تؤثر في هذه الامر يعني ماذا؟ كمثال الله عز وجل جعل لي حصة من النعم إنها كل شيء خلقناه بقدر صحيح؟ مثلا حصتك من النعم في فترة حياتك مثلا ألف مليار نعمة طبعا هي أكثر من هذا ولكن نريد أن نجعل رقما أنت في فترة حياتك كم نعمة تنزل عليك؟ مثلا نقول حصتك الأولية من النعم ألف مليار نعمة مثلا إذا عمل الشخص أعمالا سيئة حصته تقل لا عفوا الذي يصل إليه من النعم المقدار يقل بدل أن تصل إليك ألف مليار نعمة تصل إليك مليار نعمة بسبب تصرف الشخص السيء حصته ألف مليار ولكن بسبب تصرفه جزء من هذا الألف مليار يحرق لا يصل إليه هذا في الكم أحيانا القضية ليست قضية كم قضية كيف يعني الشخص حصته ألف مليار نعمة يصل إلي هذا المقدار من النعم ولكن كيفية النعم أقل أنت حصتك من إشباع شهوة من شهواتك حاجة من حاجاتك شهوات الكثيرة الموجودة في نفس الإنسان حصتك مثلا مليون لذة من هذه الشهوة الشخص تصرف تصرفا سيئا أشبع هذه الشهوة بطريقة محرمة قد لا يقل عدد اللذات التي تصل إليه درجة اللذة تقل كان تقديره حصته من اللذة أن تكون لذة جدا عالية كيفية اللذة تقل الكيفية ليس بالضرورة يكون كم لذة الذي يستخدم طرقا محرمة لإشباع شهوة من شهواته الشهوة التي اللذة التي جعلت له بالطريقة المحللة درجتها تقل أحيانا القضية ليست كام وكيف أحيانا زمن تقدير هذا الشخص أن تصل إليه اللذة المحللة بعد سنة يتصرف تصرفا سيئا يشبع نفسه بطريقة محرمة هذا الشيء الذي حصته فيه بعد سنة يتأخر أسبوعا إضافيا يصير سنة وأسبوع يتأخر ذلك شهرا يتأخر ذلك سنة إضافية الزمن يختلف على عكس ذلك إذا الصبر تحمل هذا الضغط الموجود عليه ما أشبع شهوته بطريقة محرمة ربما هذه اللذة التي حصته فيها أنه تكون بعد سنة تتقدم ستة أشهر تتقدم أحد عشر شهرا تتقدم إلى بعد يوم أعمالك تؤثر أحيانا تؤثر في صفاء النعمة إخواني مثال مادي كلنا نفهمه شخص يأكل طعاما إذا كان الطعام نافعا لا بس ينفعه إذا كان الطعام ضارا يصاب بأمراض بأعراض إذا أصيب بأعراض ماذا يحصل هو يأكل يأكل الطعام في فترة مرضه يأكل طعاما نعم يأكل ولكن يأكل الطعام وعنده ألم لا يلتذ إذا لم يكن قد أكل طعاما ضارا هذه الحالة هذه الحالة ما كانت تصير له حالة المرض فكان يأكل نفس الطعام ولكن بدون ألم ربما بسبب طعام ضار يحرم من مجموعة من الأطعمة أصلا خلال أسبوع خلال شهر لا يتمكن أن يأكل هذه الأطعمة اللذيذة هذا مثال ما أدي نعرفه هذا الشيء يحصل في معنوياتنا في أعمالنا السيئة والحسنة إنا كل شيء خلقناه بقدر لك حصة عندما أقول لك حصة هذه الحصة لا يأخذها غيرك ولكن هل تصل هذه الحصة كاملة لك ليس معلومة ربما تتلف غيرك لا يأخذ هذه الحصة هذه الحصة لك ألف مليار نعمة مثلا هذه حصتك لا يأخذها أي شخص آخر مهما صنعت ولكن ربما شيء منها يتلف بسبب تصرفات الشخص إخواني أمثل لكم مثالا جدا مبسطا لاحظوا الآن يوجد في هذا المسجد إنارة توجد إنارة هذه الإنارة تنير كلها نقطة من نقاط هذا المسجد من جملة إشعاع هذه الإنارة على يدي الآن يدي مضاءة أخذت يدي جزءا من هذا الإشعاع صحيح؟ الآن يدي مضاءة هذه الحصة من الإضاءة أنت تأخذها؟ لا هذه الحصة خاصة بهذا المكان الذي فيه يدي أنت تأخذ حصة ثانية جالس في مكان آخر هذه الحصة خاصة بهذا المكان يدي صحيح؟ ولكن إذا جعلت يدا أخ أخرى أو مانعا آخر أمام يدي لاحظوا النور قل هذه الحصة ما وصلت إلى يدي هي حصة خاصة بيدي بهذا المكان ولكن إذا جعلت باختياري تصرفت تصرفا قد لا يصل جزء من هذا النور إلى يدي ربما أجعل يدي في غطاء أسود سميك لا يصل من هذا النور نهائيا إلى يدي يعني يدي تحرم من النور كليا أحيانا يضعف النور أحيانا اليد تحرم الإنسان هكذا بسبب تصرفاته هذه الحصة التي جعلت له قد تقل قد تضعف بسبب تصرفات سيئة قد تقل قد تضعف قد تنعدم أصلا النعمة من النعمة هذه كانت لك يحرم الشخص كليا من هذه النعمة بسبب تصرف أعمالنا تؤثر على نعمنا برمجة دقيقة الملك عنده برنامج دقيق يحسب كل شيء فيك اللهم ألهمنا الصبر عنده وعلى وعن الصبر ثلاثة صبر عنده صبر على صبر عن صبر عند المصيبة وصبر على الطاعة وصبر عن المعصية حسب المستفاد من بعض الروايات الشريفة هذا الترتيب ترتيب أهمية أقل درجات الصبر طبعا هناك صفات أعلى من الصبر ولكن في الصبر أقل درجات الصبر الصبر عند المصيبة الأعلى من هذه الدرجة الصبر على الطاعة والأعلى من الصبر على الطاعة الصبر عن المعصية مانع من النور المعصية مانع من وصول النعمة كلامنا ليس عن الآخرة هذا كلامنا عن الدنيا الآخر الحساب أوسع أكبر اللهم ألهمنا الصبر عند المصيبة والصبر على الطاعة والصبر عن المعصية اللهم بمحمد وآل محمد وفقنا لاتباع محمد وآل محمد اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا اللهم ارجعنا اتباعهم في الدنيا خدمتهم في الدنيا زيارتهم في الدنيا شفاعتهم في الدنيا والآخرة اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اشهد أن مولا اكبر الله اكبر الله اكبر الله موسيقى